اسم الدرس التنقل عند الإنسان المحور الرابع التنقل أتعرف دوافع تنقل الإنسان وطرق تنقله الإنسان في حاجة إلى التنقل منذ وجوده على وجه الأرض فالمولود لا يستطيع التنقل حتى ينمو جسمه فيصبح قادراً على أن يحبو في مرحلة أولى ثم يبدأ بالمشي خطوة بخطوة ثم في مرحلة متقدمة يصبح قادراً على العدو وتحمل مصاعب الطريق ويتنقل الإنسان من مكان إلى آخر باحثاً عن قوته أو باحثاً عن شغل أو ذاهباً إلى العمل أو إلى المدرسة لطلب العلم أو السفر من بلد إلى آخر وحين أعقته الطبيعة ومشقة التنقل بدأ يفكر في وسائل تقلس المسافات الطويلة وتمنع عنه الحواجز استعمل الدوابة للتنقل فركب ظهور الحمير والبغال والخيول والعربات جاب البحار والمحيطات في تنقل دائم بين القارات معتمداً في ذلك البواخر الضخمة كما استعمل قوارب الصيد العملاقة اخترع الطائرات فصارت المسافات الطويلة تطوى في ساعات قليلة وصار الفضاء الرحب مجالاً ضيقاً يزدحم بالطائرات لم يقنع الإنسان بالتنقل عبر الطائرة بل طار نحو الفضاء الخارجي وزار القمر وعدة كواكب أخرى في اكتشاف مستمر لبقاع العالم الفسيح أتدرب أولاً أذكر كيف يتنقل كل طفل في هذه المشاهد يسبح يحبو يقفز يجري يمشي الإجابة يحبو يجري يقفز يمشي يسبح ثالثاً أضع العلامة قاطع ومقطوع في الخانة المناسبة الوضعية تتحقق عملية التنقل لا تتحقق عملية التنقل الإجابة الوضعية تتحقق عملية التنقل لا تتحقق عملية التنقل تتحقق عملية التنقل تنقل ترجمة نانسي قنقر